حول هذا الموضوع ينضم إلينا زكريا سقر أحد منظمي مهرجان أرفا التقفي هو معنا من أرفا يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا أهلا فيك أستاذ أهلا وسهلا فيكم بداية أحب أشكر قناة سوريا واللي يستضعفوني عشان هذا الموضوع ومرحبا بالمشاهدين جميعا يسعد صباحك إذا حابب ضويلنا على أهم النقاط اليوم التي تم التركيز عليها بهذا المهرجان خصوصي اليوم الاندماج التركي السوري بصراحة الموضوع ما كان عن موضوع الاندماج التركي السوري لأنه كان مهرجان متنوع في معنى فنائم من سودان من فلسطين فنقدر نقول أنه كان عربي تركي أكثر ما هو سوري تركي تماما كان مهرجان تحت اسم مهرجان أورفا ثقافي وكان بإدارة كل طبعا من جمعية النخبة لأدباء والمثقفين ونادي الفن الأشكيلي والمنظمة الدولية لهجرة طبعا أقيم المهرجان في ولاد شان أورفا تركي بمشاركة نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين العرب والأتراك من كم جنسية عربية كانوا موجودين أستاذ زكريا؟ هلا حسب اللي كانوا موجودين وطبعا ألقوا الشعر وهدول حسب معرفتي بالموجودين كان سودان موجود فلسطين سوريين وأتراك كمان يعني هدول اللي وكان طبعا فعاليات مهرجان كالتالي يعني مشاركات شعرية عربية وتركية فعاليات فنية منوعة معرض للكتاب العربي بالإضافة لحفل توقيع كتاب للشاعرة رنى يحيى من لبنان وأيضا معرفة تشكيلي عربي تركي طبعا طبعا الإعلاميين اللي قالوا قنوات على اليوتيوب لإعلام الأخوة السوريين بالأخبار أنا بشكرهم بدون ذكر أسماء طبعا عشان ما يكون موضوع إعلاني وكذا بشكرهم بدون ذكر أسماء تواصلوا معي وقالوا لي أي شيء يصير بهيك أمور خبرنا كمان نحن نعلن عن الموضوع لأنه مشان يوصل لفئة من يحد من السوريين وطبعا وقت أعلنوا كمان في بعض الناس راسلوني شافوا إعلانهم ورسلوني وكانوا عاملين لوحات جدا جميلة ففي مواهب كثير قوية ولكن ما بيوصلها الخبر يمكن أو يعني يوصلها الخبر أخر بيكون ما استفادوا من هذا المهرجان أو ما قدروا يشاركوا فيه طيب وصلت رسالة هالمهرجان للأتراك بقدر ما وصلت للسوريين علما أنه أهل أورفا مثلا أو الجنوب التركي بشكل عام لغتهم العربية جيدة بالضبط الآن ثقافة أهل أورفا قريبة جدا من ثقافة أهل سوريا بالأخص المنطقة الشرقية الحسكة الرقة دير الزور نفس اللهجة كمان تقريبا في بعض الكلمات مختلفة ولكن هلأ بما أنه الشعر كان باللغة الفصحة فأعتقد يعني طبعا نحن حاولنا كلجنة منظمة طبعا مشكور كمان أستاذ أحمد موني ومدير المهرجان اتصل معي هو كان شوي تواصله معي بشكل متأخر يعني قبل بيومين من المهرجان قالوا ما كنا نعرف أنك بأورفا كنا نفكرينك أستاذ بإسطنبول فيشرفنا أنه كمان تكون معنا باللجنة التنظيمية المهرجان ومننا كمان يعني أنت كنت عامل فيلم الحجر الأحمر هون بيشان لأورفا فقدمت حتى يعني الفراغمان كما يقولوا البروموتو على الحجر الأحمر وأخبرت الأتراك بالتركي طبعا أنه هذا الفيلم عملنا في 2019 ونتمنى يكون بصمة حلوة بالمجتمع اللي نحن موجودين فيه ويكون لنا فائدة يعني هون على المجتمع التركي ككل ولكن أتمنى بالدرجات القادمة أنه يكون فيه إذا بدنا نعزز التواصل هلأ مثلا إذا أنا أكون بأورفانيا الأفضل أنه أتكلم لغتهم هلأ مثلا الموسيقى والرسم هاي لغة عالمية هاي مفرغين منها يعني ما في داعي أنه حكا ولكن كشعر مثلا الشعر كان بالفصحة فأكيد ما حيعرف يعني همين بيعرفوا اللهجة العامية المحكية مثل عنا بالضبط المحكية عنا بالماطق الشرقية بسوريا نفس المادة مثلا الفصحة خالص ما بيعرفه فكان الشعر الشعر كمان يعني بعيد الشعر حاولت أنا حاولت أنا أن أقدم أغاني قدمت أغنية بالتركي وأغنية بالعربي رغم أني ماني مطرب يعني المخرج وممثل ولكن حبيت عشان أحرك الجمهور عشان أعطي جو إيجابي وانبسطوا كثير من هذا الموضوع أنه يعني أكيد بحكم خبرتي بالموسيقى أكيد ماني هالصوت الحلو ولكن أداء كان كويس بحكم خبرتي الموسيقى نحاول بأي وسيلة يمكن أن يكون فيه في تقارب أو حتى حاولت أنه نحط كل مقطع شعره الثاني لكي لا تبرد الناس لأن تعرفي أنه شعر وإذا لم يكن جمهور التركي ونحن يهمنا كما نحن يكون موجودين فعشان أنه يكون فعلا فيه فيه من الألفة وفيه شي مفهوم يعني إذا ما فهموا شوية من الشعر فهموا شوية من الأغمية أو الموسيقى اللي هي لغة عالمية يعني كان حضورا جيد بشكل عام للأتراك؟ لا للأمانة أنا شفت أنه المهرجان ناجح لعدة أسباب هو أنه أنا كنت أراقب وجود الناس تعرفي إذا فلوا الناس بشكل جماعي أو بشكل كبير شوي بتحسي أنه فيه فشل بالموضوع لأنه الناس بتمل فكانوا يعني إذا آخر لحظة كانوا في النسبة من ميحة موجودين هذا يأكد أنه يعني يعني أنه مهرجان باعتقادي أنه نجح جميل جدا شكرا لوجودك كمانا نخرج زكريا السقر أحد منظمي مهرجان أعرف الثقافي يعطيك الفعال كل توفيق لكم